السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى هنعمل مع بعض تريند تيك توك بطاطا بالكريم كراميل بجد اختراع طعمها حلو قوي وكمان شكلها اللي نشوفها نقول عليها كريم كراميل لا دي بطاطا بشكل جديد وطعم طحفة نجربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم تعالوا بقى نشوف مع بعض الطريقة اول حاجة معايا نص كيلو بطاطا مقطعها بالشكل ده او حبتين بطاطا كبار هسلقها في نص كباية مية فقط وبعد ما سلقتها هسيبها تبرد تماما وكون مجهزة معايا نص كيلو لبن يكون بارد عادي مش لازم سخر تلت معالق سكر كبار او حسب الرغبة ويسبيب وسوداني ومعلقة صغيرة فانيليا وباكو كريم كراميل هجيب بقى الخلاط وهبدأ احط فيه المكونات دي مع بعض اول حاجة هحط اللبن والسكر وجوز الهند والسوداني او لو عندكم اي مكسرات انتو محتاجين تحطوها او تدفوها ممكن تدفوها ومكسرات اللي انتو حبنها والفانيليا وكده باكل كريم كراميل هاخد البودر هحطه مع الخليط وهسيب الكراميل هاضربه من الاول ضربتين كده في الخلاط بالشكل ده وبعدين هبدأ اضيف البطاطا واحدة واحدة يعني اضيف اربع معالق كبار مثلا كده بطاطا وبعدين اضربهم الاول كده بعد ما ضربتهم هضيف شوية كمان واضربهم تاني بعد ما الخليط بقى جاهز معايا هحطه كده في حلة وارفعه على النار مع التقليب المستمر علشان ما يعملش اي تكتلات افضل اقلب فيه كويس لحد ما القوان بتاعه هيبدأ يتقل معايا شوية اسيبه بس ياخد غلوة بسيطة على النار وبعدين اطفي عليه اسيب الخليط يبرد تماما لحد ما جهز الاولب اللي هحط فيها البطاطا بالشكل ده هبدأ اللي احط الكراميل اللي كان موجود في الباكت اوزعه كده بالتساوي على كل الاولب اللي موجودة معايا بعد ما خليط البطاطا برد معايا تماما هبدأ بقى احطه في الاولب كده واخبط كده القالب كويس بيدي عشان اساويه هخلص بقى كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة هي عملت معايا كمية كبيرة الاولب دي غير قالب تاني كمان كبير بعد ما خلصت بقى هحطهم في التلاجة مش اقل من 3 ساعات لحد ما تمسك ولو مستعجلة عليها ممكن تحطيها في الفريزر ساعة هحاول بقى افصلها شوية كده عن القالم عشان لما قالبها تنزل معايا بسهولة هي لما جمدت منفصلة شوية عن القالب فهنا هاخدها قلبها على طول على طبق التقديم ولو حسيتوا ان هي جمدة مش عايزة تنزل ممكن تحطوها في مياه سخنة لمدة ثانيتين بالزبط وقلبوها هتنزل معاكو بسهولة كده شكلها بعد ما جمدت وخلصت بجد شكلها تحفى قوي كريم كراميلة قوي في نفسه يعني مش بطاطا خالص اللي شوفها ما يعرفش ان هي بطاطا هنزينها بقى من فوق كده بشوية مكسرات اللي موجود ومتوفر عندك وبس كده شكلها النهائي عملت معايا كمية كبيرة وعملت كمان قالب كده كبير شايفين بقى شكلها بجد شكلها حلو قوي والقوان بتاعها متماسك زي الكريم كراميلة بالزبط بجد طريقة حلوة وتغيير عن البطاطا التقليدية اللي احنا بنعملها مشوية او مسلوقة او بشاميل لا دي جديدة وشكلها حلو وطعمها بجد خطير وحلو قوي جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم واي حاجة اكتبولي في التعليقات وهتلاقوا المقدير مكتوبة في الديسكريبشن بوكس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة يارب تكون الطريقة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته